كاسات الحرير او حلل حرير من الحاجات اللي انتشرت الفترة اللي فاتت كحلويات بردة وسهلة وبسيطة بتاخدش فورن تاخد خمس او سبع دقايق ونحضرها ونحطها في تلاجة ساعة وتكون جاهزة للاكل حرير لانها طبقاتها متدخلة ونعمة وبالدوب في البق مثل اول مرة يتفرج عليها ان اسمي لميا ودي قناتي لو عجبكم الفيديو بتنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب هنبدأ باول خطوة وهي خطوة بسيطة جدا معي معلقتين او ثلاثة من الكاكاو الخامل غير محلط زي كاكاو اسباني بيبقى غامل تمام ومعي سكر ومعي زبدة ومعي تقريبا هحتاج كباية لربع من المياه وطبعا انا مش محتاجة اقول لكم ان انا كل حاجة مكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الحالة ده انتشرت الفترة اللي فاتت سهل بس يعني اعلى سهولة ومش هتتخيلوا الطعم بتاعه هنبدأ بكل حاجة الاول على البارد هحط الكاكاو وهحط السكر وهحط المياه هاخت حوالي نص كباية مياه او كباية لربع ورشة فانيليا بسيطة جدا كمان مش عايزة مش عايزك وتنسو اي حاجة فيها كاكاو او فيها شوكولاتة او كده لازم نستخدم معاها رشة ملح بتفرق جدا وبتبرز الطعم هحطه دلوقتي نص كباية من المياه مكوناتها سهلة وبسيطة وتقبل اي استبدالات يعني لو عندنا مكون منهم مش موجود هقولكو لو ليه بديل او بسيطة جدا هقلب كل حاجة تعال اقولكو على هنعمل اي بعد كده انا هستخدم هنا بسكوت شاي اي بسكوت شاي انا استخدمت الفينجرز بتاع الشاي العادي كمان كان عندي بسكوت فايد من العيد شايفين اهم اي بواي بسكوت عندكو هتنفع ده بسكوت شاي انا استخدمت حوالي 3 مغلفات من البسكوت ده هكسرهم كده وزي ما قلتلكو السوس الشوكولاتة اللي عملناها بكاكاو ده اللي بناها البارد وهنروح نرفعه دلوقتي عن نوع بس انا كنت بوريكو ان احنا هنحتاج بسكوت وهنكسره دلوقتي اي بسكوت عندكم تمام تعالوا بقا نرفع السوس الشوكولاتة اللطيف بتاعنا ده نقلبته الاول على البارد ورفعته على النار اول ما يغلي او يبدأ كده ينمل من الجناب حنزل عليه بالزبدة يعني حوالي يعني معلقة كبيرة من الزبدة كده هتديله طعم طعم ولمعة جميلة جدا احنا هنبدأ بالخطوات الاول كلها لان المكونات بتاعتي كلها لازم تبقى بردة هقلبهم مع بعض لحد ما الزبدة تسيح وهسيبه يغلع النار حوالي 4 دقائق كده لحد ما يبدأ يتقل بس شوية وحجمه يقل هوا شايفين بدأ يتقل كده شوية هو كده تمام جدا لان كل ما بيبرد كل ما بيتقل أنا مش محتاجة اكتر من كده خلصت السوس بتاع الشوكولاتة اللي هو بسيط قوي عبارة عن كاكاوة ومية وسكر ومعلقة زبدة بس كده هركينه على جنب عشان يبرد تعالوا نعمل الكريمة اللي الجنن بتاعتنا معي حوالي هنا كوباية من الكريم شانتي الخام او 200 200 جرام ممكن تستخدموا المغلفات دي على حسب وزنها بقى ممكن تستخدموا اتنين او تلاتة معي كمان كوباية كبيرة من الحليب السائع وزي ما قلتلكم يعني الكريمة الباودر سواء لو حتشتروها مغلفة بيبقى مكتوب مقدار السائل اللي بتستخدمه لها أنا عارف بتاعتي يعني محب استخدم لها كوباية الكوباية كان عندي مكعب كري كده كمان حطيته ممكن تستخدموا جبنة مسلسات تزودوا عن مكعب ده كان عندي كده في التلاجة حيران قلت حطو ما عندكوش ما تحطوش يعني الموضوع مرن جدا بالزات الحلوات البردة دي احلى حاجة فيها مش محتاجة مقدير مش محتاجة الحاجة صعبة اي حد ممكن يقدر يعملها تربط الكريمة كويس جدا لحد ما حجمها تضاعف كده زي ما انتو شايفين ودلوقتي هنستخدم اي بسكوت شوكولاتة انا هستخدم قريو استخدمت تلت تلت برضو مغلفات او تلت تلت بكاوي الظرف فيه ستة تقريبا يعني حوالي تمنتاشر قطعة من القريو ممكن تقليله ممكن تزوده برحتكو برضو هكتب لكم كل حاجة هكسر القريو بقى فيه ناس بتحطوا مطحون يعني بيتحنون الاول بس انا شايف ان كده قلطف كتير ان انا بكسروا بايدي كده عشان يبقى باين في الاكل احلى من لو مطحون وبعد كده هتديله ضربة بسيطة بالمضرب القريو لما بيدخل مع الكريمة ويتحط في الكسات بيبقى لسه طعمه باين ومش بيطرق قوي يعني بيطرق حاجة بيبقى فيه ارشة بسيطة بيبقى طعمه في منتهى الروعة قلبت القريو مع الكريمة وهنا حسيت ان انا محتاجة ازود كم واحدة كمان زودتهم وهتديهم ضربة بسيطة بالمضرب اهو هتلاقوا لون الكريمة بدأ يتغير مش قوي ما بتطحنوهوش قوي في الكريمة عشان انا عايزة احس بيه واحنا بناكل بس خلاص الكريمة بتاعتنا جاهزة سهلة جدا مبارا عن كريم شان تضربته بلبن وحطيت له يعني مكعبات جبنة او ممكن بتحطوش دي بقى كوباية من كريمة الطهي سخنة هنزل عليها شكولاتة عشان اعمل جناش خفيف كده او صوت شكولاتة خفيف ده برضو هحطوه ما بين هنحطو ما بين الطبقات ما عندناش انا بنسخن الكريمة كويس وانزل فيها في الشكولاتة واقلب كده بسيط وغطيها واسبها لجب هي بتسيح لوحدها لان انا زي ما قلتلكم محتاجة كل حاجة تبقى بردة يبقى انا كده جهزت الكريمة جهزت السوس بتاع الشوكولاتة اللي هنحطوه على البسكوت وجهزت الجناش وانا كده خلاص جهزة نبدأ نركب الكسات بتاعتنا شايفين السوس بتاع الشوكولاتة اللي بيكاكاو لما سيبته برد شوية بدأ يتقل حاجة خفيفة هنزلو على البسكوت وقلب كويس جدن البسكوت بيشرب من السوس ده من الشوكولاتة فعلا ما بيهض بيطعمه حلو عايز اقول لكم ان الكسات دي كل ما بتقعد في التلاجة وكل يوم بتبات فيه بتبقى احلى من اليوم اللي قبله يبقى انا خطواتي بسيطة ثلاث خطوات كسرت بسكوت حطيت عليه سوس شوكولاتة وضربت كريمة وحامل جنات شوكولاتة خفيف بديل الكريمة الطاهي كوباية لبن مع معلقة كبيرة من الزبدة او معلقة كبيرة من القشطة مش لازم خلص يبقى عندكو كريمة حلويات او كريمة طاهي هحط بقى البسكوت معلقة كده في كل كباية او كل كاس الكمية دي عملت لي الست كبايات اللي انتو شايفينها دول بالزبط وفوت شوية بسكوت كده هنحط بقى كله في الكساب بتاعتنا ونبدأ نحط طبقات بالتبادل يبقى هو الموضوع نرجع عملنا ايه الموضوع كله بسيط انا عندي ثلاث خطوات بسكوت بكسره بحط عليه سوس الشوكولاتة وعندي كريمة وعندي جنات شوكولاتة خفيف اهو بحط كده معلقة من الكريمة في كل كباية وابدأ سأسويها وطبقاتنا تساوية بقى من الحاجات اللي عمل لها ادقنا بكل خطوة ورد تانية كده عشان محتاجة كل حاجات بقى باردة بس بس بسويهم كده وانا عايزة الشكل ده يدخله في بعض كده بطريقة عشوائية عشان فعلا يدينا شكل الحاجة الحرير او المخملية كده نعمة حاجة كده هتعجبكو قوي وبالذات يعني لو جايل نظيف فجأة او يعني طعمها في الاخر هتحسوها شبه الموس قوي شبه الترط بس معمولة بمنتهى السهولة وعلى شكل كسات هنزل بقى بالجناشن اللي احنا عملناه دي كميات متساوية من الكريمة والشوكولاتة يعني لو استخدمت 200 ملي من الكريمة او الحليب احط تقريبا قدهم شوكولاتة وهكتبلكو كل حاجة الطبيعي في الجناشن انا بستخدم دعف كمية الكريمة شوكولاتة بس انا محتاجة يبقى صوص خفيف لعشان ينزل يتدخل في الطبقات وكل ما بيبرد بيتقلم حطيت بقى طبقات متساوية كريمة وصوص كده لحد ما هخلص في الاخر طبقات البسكوت بتتحط معلقة واحدة بس في القاعة وبعدين بقى ايه كريمة وجناش وكريمة وجناش لغاية ما خلص الكوباية خلصت اهي الكاسات بتاعتنا وحطيت اخر من اخر طبقات الكريمة بس كده وعالوش بقفل بجناش شوكولاتة اللي احنا عملناها اللي هو بعيد عليكم اللي هو عبارة عن كريمة طهي مع كريمة حلويات او كريمة طهي مع شوكولاتة مفيش كريمة نستخدم كوباية لبن مع معلقة كبيرة من الزبدة انا جبت بس المكيال ده عشان يبقى ليه بوس كده اعرف اصبه وخلص هقفل زي ما قلتلكم بالجناش ده او بسوس الشوكولاتة بس كده خلصنا شفتوا اسهل من كده شوية بسكوت كسرناهم حطينا عليهم سوس الشوكولاتة وضربنا كريمة وطبقات بالتبادل وبس كده واحلى واطعم وافخم حلا بارد ممكن تعملوه في دقائق هزينو بس من فوق كده بقطع صغير من الشوكولاتة بالمبارش الشوكولاتة كده وهحطوه في التلاجة على الاقل ساعة او ساعتين يعني ونبدأ ناكلو ويعني كل ما بيبات كل ما بيبقى احلى حاجة غريبة شايفين شكل الكوباية شكلها حاول تعملوها في حاجة ازاز عشان تبقى شفافة وتبقى لطيفة كده في التقديم المتعمل مش هتبطلوا تاخدوا معلقة وراء الثانية وراء الثانية خفيف وسهل وبسيط وهيعجبكو جدا كمان لو جالكو ضيوفة اتمنى لو عجبكم الفيديو وتنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب للقناة كنت معاكم انا لمية اشوفكو على خير في فيديو جديد مع السلامة ده من جوه اهو طبقاته جميل اوي